أكثر شيء يمكنك تسعيدك في حياة الإنسان كأن القهوة يمكنك تسعيدك القهوة تجربك دعاً من الكومتاب قال علياء ذكري علياء ذكري كان شكله جيد ولكن أخلاقه صعب الناس الحلوة تحب بروحها مش والله العظيم مش باشكالها كل ما تنطج في السنة هتعرف ان الشكل ده لو انت لسه بتبص عالجسم فانت لسه شهوانة حقير زي والله يعني لسه بدر عليك لكن لو انت لأ لأ ما ببصش عالجسم والله بس ببص طبعا انت فكرة دي امير اولا لسه لا ما ببص هاتت علوت لها لها خسيتش او اتخنش او اه فلا لو انت من عينة الناس دي فلا دي انت راح في دائم لكن كل ما هتنضج كل ما هتلاقي ان الناس مش هتفرمك الحمد الله انا بحبك اولي بطلت ترد علي علي علشت اقواره عشان اتبت اخده سكرتشوت في الكلاوي والناس اللي انت باعده ايه لي الناس دعبيطة جدا لا ما عادش اياخد الفترة دي علمتك ايه? بص الفترة دي علمتني ايه اللي عايزني جيدي جيدي انا مبراحش العد ايه? ضع لكي ايه ايه الله اني انا قول لي الاعلياء تري حاضر ياو لا تكبر على العلياء ازايك علياء ازايك علياء شغفي بيروح في شيئ ما انا بحبها و لو ده حصل انا سابقى ميت حرفيا بس حي جسديا يا نهوك يا صاحب انا بحبك و يتعرف ما انا بحبك ابصي فادي انا بحبك يا فادي والله العظيم انا تسيبك من اي شيئ فهذا كفيل اللي اقول لك انا بحبه زكاهنة زكاهنون حافظ على شخص طالما انت عارف الاسلام ليش بتاسلم ليه؟ السؤال ده صعب او اميرا اميرا الرفاعي اتحياتي لك يعني لا تحاوليش تقول الواحد انت لم يتبقيتش منه اسلم انت لم يبقيت نسيحي يعني انا بشوف ناس مسلمة مسيحيين بيبقوا مسلم عمري ما سألته يا سيد ربنا يوفقك انت مبسوط اه خلاص توفيق وعمري ولا هنا بيشكلني السؤال ده صعب قوي لماذا تسألي واحد انت لما انت بقى كده لماذا تسيبه في حاله تسيبه هو عايز يقول كده تسيبه هو مبسوط بكده لماذا نرخم عن الناس ونسألها اسئلة توجهها وتحرجها لماذا؟ طب لماذا؟ عايزين اقولك ايجابة ايه؟ انت شطرة قوي اميرا ما تسأليش هذه اسئلة تانية نسيب الناس في حالها وما تقوليش حياته الشخصية تخش فيها انا بحبك والله بس مناش تأذي الناس وتعكنين عليهم يعني انا راجل هايف وطلع هايف المفروض يعمله تعمل ايه لما تزعل في البيت المفروض يعمله معك اه انا بص زكرة هيمة بص انا لما بازعل في البيت بقول اللي في دماغي اني لازم يعمله انا يا راجل طفص عشان ابقى صرح معك فانا نفسي يعمله ممر ممر من المطدخ لقوطي سري لما بقى زعلان كرامتي بس معلش راجل لا ل todrifat نشجد ارمحة بص يا ابن قلبي انت صارت في حياتي جدا في الوقت اللي كله بيدعي عني فشكرا بجأة علي النعمة علي النعمة يا دي يا خالد يا وليد انا بحبك والله العظيم انا بحبك الله يستورك زكا نديد فين خلق الاعظم الاقبار خلق العسل والله انا بحبك زكا جو زكا وليا زكا هوجور زكا ايا زكا كريستي زكا لوليا زكا نانسي زكا نانسي زكا ريم زكا صف وصيف انت نفسك في ايه الفترة دي انا عايز حدي اصلا كده ياخدني بالدقاء والله العزي ياخدني بالايدي دي كده الله العزي ويعيشتك دي اعيز اشتعشتك بطريقة حزين قوي والله العزيب حاجة انت عدي بصايد بتحمد ربنا علي بحمد ربنا على ردودي اللي انا برضوها في دماغي ما بتطلعش عند الناس احا ها 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 دي كانت بقى مصيفة لما رد جوه ولي ازايك ايه ازايك ايه زكا مارينا زكا لوليانا اسرائيل غنيا ايه 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 هتتفقع عين هتش انكار تفكع ناو اصعب حاجة مؤذية للنفس بص و ما فيتش عاجة مؤذية للنفس قد الكرارات اللي انت بتقودها ممكن من شبهك فدي بتأذيك نفسية المتصرفة صلات اللي انت عمرك لم اكن تفقدها فتي تعملها فدقا ومتاعد على شيخ لا تقدرها فعملتها عكس الأول فدقا الجزء هكذا هكذا الله تفقع عين اكوة اختراع شوفتنا في حياتك الفترة الأكيرة اختراع بوصمات الزمنة ايه اختراع الرئيurious يا عيبة ازاك اسراء انا كان نفسي انا كان بيسيطر علي اه هاجز انا عايز اشوف عملت ايه في الهبد اللي انا يعني ازاك جماعة بتنجعوني على رزع اللي انا مرزعه ده والله والله ما عايز افا متشوق او اعرف انا بجيب ازاك في الرزع ده والله قولنا مجون بستليدر ازايك لطيفة ازايك لطيفة ماذا علاو ازاك اوش مفيش ازاك ملك قولي حكمة حكمة انا اقولك حكمة استنى اي حد عمل بي سي ار بتاع التحليل الكورونا هيطلع عنده كورونا والله العزيزة مش حد ما بيعملش التعليل ده وليز يطلع عنده كورونادي هذه مصائب يعني شغل الكتير Jong-un بيجي مرة واحدة كده اعرف هذا الغاب ماري من قط prior捕 عارف اللي ان المصائب لا تقطة في أرضه شكرا انك موجود هنا شهر انك موجود هنا هنا اناetch عنده اونا الخطين و انا نسرق اليوم و انا او نفسي انا زعلان او و اعمر عائل انظر انظر يا يوسف انا لم يكن في مبدأ الفيل عدارفيل الفيل عدارفيل تقول لي ايه الكلام الهائف اقول لك الفيل عدارفيل انظر الفيل انظر الفيل يا ابن انت ليس بخير يا ابن انت تسرق اعرف ان هو حاجة اتأثر و مش بقول لك اطلع يا رقص ايه ايه اعمله ايه اجيب غيره ايه الفلوس السهلة لا مش الفلوس السهلة بس مزاجي اوالي صعب انت فاهم ما انا بقوله والله لا اجراج صراحة والله انا مزاجي مش هكيب نفسي تهتر مع فيه واللي قدامك ده بي عدد على سماع عادي بس اللي هو بحزن فترة وجيزة هارف وجيزة دي ايه تبقى خالتك هسام عبك لكن ايه شطا يعني المهم ان انا عايش بخير بده ما انا عايش بخير يا عم يلا انا على الامر تخيلك انا ايه رأيك في العمل والكينج يا عمي صلى عندنا بيخلي الناس كلها تبسط ايه بحبك و انا بحبك الله زكرا روان انت اكبد روان في الدانيا انت بتعمل فيديوهات كترة اوه زكرا ايه يا استر وزير قال ان احنا هنمتحن ورقي وفي المدرسة انا مش عارف حاجة في المدج احب الايه تزاكر استخيل الحل تذاكر يا ضي تذاكر يا ولا لا بحبك صارت امنية حكاية تقول اسمي صح كايدي 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 كيدي كايدي رب لا يسأل انت بيش خاف من شعور الوحدة لا انا ما بخافش من شعور الوحدة اكتر ما بخاف ان انا اقوم مع نفسي او هتكفى مش هتكفى من الفرق اقولك انا لما اقوم مع النفس ومع الدماغي وافكاري الوحدة انا اتبقى نكد نكد